أوقفت مكاتب الاستقدام استقبال المعاملات الجديدة للعمالة المنزلية الفلبينية على خلفية قرار وزارة العمل الفلبينية إيقاف إرسال العمالة المنزلية حيث تلقت مكاتب الاستقدام خلال الأسبوع الماضي خطاباً بتعليق استقبال كافة الطلبات الجديدة وبرر الخطاب تعليق قبول الطلبات الجديدة بإجراء تعديلات وضوابط جديدة بخصوص العلاقة التعاقدية في المرحلة القادمة خصوصا أن المكاتب تجهل ما هي الضوابط والسقف الزمنية لرفع الإيقاف المواقت للنقاش معنا من الدمام مباشرة المستثمر في قطاع الاستقدام حكيم الخنيزي أهلا بك سيد حكيم معنا يعني بداية ما هي الأسباب التي تعتقدون أنتم كمستثمرين أنها سبب في إيقاف الفلبين لإرسال العمالة المنزلية إلى المملكة حياك الله أستاذ حسن أهلا وسهلا حياك الله وحياك طبعا إحنا استقبلنا الخبر أسبوع الماضي بتوقف العقود استقبال العقود وليس توقف نهائي إيقاف مؤقت كما فهمنا أما حصل على عقد مسبق فإجراءاته في الفلبين ماشية والأمور طيبة بخصوصا عنده عقد مسبق وفوق هذا سمعنا أخبار بعض من الفلبين في بعض الأصوات من وزارة العمل بالتوقف النهائي وهذا طبعا لحد الآن غير صحيح لماذا؟ ما هي الأسباب؟ والله هي عدة أسباب له الأسباب متفاوتة كل بين الفترة نسمع أخبار طيب وش هي أنتم؟ يعني كمستثمرين أكيد يعني عندكم يعني معلومات غير عن المعلومات الموجودة عندنا كمواطنين لا طبعا هذه الأسباب لا أحد يعرفها إلا عن طريق بوابة مكتب العمل يقدر يخاطب له الملحق العمالي وهو يقدر يوضح له الجهة الرسمية والتمثيلية إلى القطاع هذا وبالنسبة إلى يعني ما أحد يعرف كيف هل يطول الأمر أو بقصر هذا ما أحد ما أحد يعرف وإلا عن طريق القنوات الرسمية من قبل وزارة العمل ونحن يعني في هذا إذا ما يصير توضيح كامل يصير ارتباك بين المستثمر وبين المستهلك بالنسبة له التوقف هذا نحن نتمنى أن يصير قنوات أكثر من دول ثانية هذه الخطوة الرئيسية والمهمة على أساس هذه كل ما تعددت قنوات من الدول ينخفض السعر والسكر الدولة في دول بديلة إلىها ماشية أنت وش تشوف الأسباب اللي يعني تجعل أن الفلبين دائما ما توقف تراجع تعلق يعني خصوصا فيما يخص العمال المنزلية والله فعلا الوضع بالنسبة للفلبين خصوصا في العمال المنزلية حساسة كثيرة من ترتفع بعض الأحيان منسوب المشاكل خصوصا في القسم العمالي على طول يصير نوع من التأخير في إصدار العقود وتطلع أصوات أصوات مني ومني على أساس التوقف النهاي طيب وش الحل أنت كمستثمر وش تشوف الحل؟ الحل أنه الحل أفضل حاجة أن الوزارة تباشر في دول ثانية وفي بديلة متواجدة يعني نتمنى نتمنى يكون في تقارب أكثر وأكثر بين المكاتب وبين الوزارة زي إيش الحلول هذه؟ زي إيش؟ في دول إضافية في دول أفريقيا وفي دول آسيا طيب هل تفكر يعني الوزارة جديا بالإقدام على مثل هذه الخطوات؟ والله دائما نوصل الصوت بخصوص هذه الفتح القنوات أكثر وأكثر لكن ما فتحت أكثر انخفض السعر لأن الآن في حلال إذا يطول سالفة الموضوع الفلبين فهذا يرفع السعر إذا ما يكون بديل قنوات ثانية جديدة طيب في حال يعني عودة أو رفع هذا الإيقافة المؤقت ما الذي ستفرضه الفلبين من شروط أو ضوابط كما ذكرت؟ هذا إذا فيه أنظمة جديدة بدون رجوع إلى الاتفاقية الأساسية بين الدولتين هذا احتمال يصير نفس الشيء يصير تشدد أو يعاقة كثيرة في تأخير وصول العامل فيه اتفاقية أو ما فيه بين الدولتين؟ فيه في 2012 لما رجعت الاستخدام من جديد مع الدولتين فيه اتفاقية من سبقها وهل يعني تطلب الفلبين تحديث هذه الاتفاقية أم ماذا؟ والله الفلبين كلما تطور الأمر دائما تحب تحديث العقود الاتفاقية بعض الأحيان تنفرد لحالها بدون الرجوع إلى وزاة العمل نتمنى أن فكرتك كمستثمر وعن المستثمرين نيابة عنهم وصلت شكرا جزيلا لك حكيم الخنيزي المستثمر في قطاع الاستقدام شكرا جزيلا لك